تقوم فكرة علامة صنع في البحرين على تعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي كما تشكل إضافة حقيقية لمسيرة التكامل الصناعي والاقتصادي في مملكة البحرين فهي مبادرة يتولى الإشراف عليها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تنفيذها إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ويستمر الحديث عن مضمون المبادرات التي أخذ مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على نفسه مسؤولية الإشراف عليها وفي هذا المقام تحديداً واجبت الإشارة إلى مضمون فكرة وطنية تتولى تنفيذها إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ألا وهي مبادرة صنع في البحرين علامة يتم منحها للمصانع الوطنية المرخصة والمسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتي تقوم فكرتها على تعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي فمنذ إطلاقها سعت هذه المبادرة على أن تصبح بمثابة إضافة حقيقية لمسيرة التكامل الصناعي والاقتصادي في مملكة البحرين الأمر الذي اتضحت ملامحه عبر تعميق قيمة المنتج المحلي في الأسواق وتحسينه ليتسنى العمل على تمكينه للدخول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية إضافة إلى تشجيع الصادرات البحرينية والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة المملكة كشريك صناعي إقليمي وعالمي علامة صنعة في البحرين هي تختص بالمنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي وكذلك سجل صناعي نشط لدى إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على أن تبلغ نسبة المحتوى المحلي للمنتج ما يزيد على 35% نسبة أفضط بها معادلة اقتصادية تتلخص بعملية حساب مصاريف المواد الخام المحلية والمستوردة والتمويل والمبيعات والتوزيع واستهلاك الأصول الثابتة والإيجارات وغيرها من المصاريف الإدارية للمؤسسة وفي حال لم تتحقق النسبة المطلوبة يتم تأهيل المصنع للحصول عليها عبر برامج وخدمات مساندة بالتعاون مع صندوق العمل تمكين وصادرات البحرين وذلك بهدف مساعدة تلك المصانع لتحقيق النسبة المطلوبة من خلال تعزيز المحتوى المحلي عن طريق زيادة عدد البحرنة في التوظيف واستبدال الواردات الأجنبية بالمحلية من خلال الشراء من موردين محليين لتلفزيون البحرين محمد رشيدات